أحمد رقفة لما تيتقدمه بيحتاج تقديم من نوع خاص حب رباني من عند ربنا جبر الخواطر وأمور كتير جدا يزيد عليها نقطة مهمة جدا واحد من أبناء النادي الآلي والعاشقين والمحبين للنادي الآلي مفيش حد ما بحبش أحمد رقفة خليني في البداية راحب بيك على شاشة قناة النادي الآلي أحمد قبل ما اتكلم على الكورة واتكلم على الرياضة أحمد عامل حالة محدش فينا ما بحبش أحمد رقفة أي حد في مصر بيمشي أحمد رقفة وحالة عاملها في الشارع المصر شرفني والله العظيم أنا مبسوط أننا نارضة في خناة الهالي يعني لو ينفع أننا أقول بيتي فأقول بس يعني للأسف بيش فرصة لده بس طبعا شرف كبير لها جدا نارضة أننا أكون موجود في تتويج النادي الآلي بالبطولة 43 ما أنا مش عارف يعني مبسوط ما نحسبش بطولات الهالي في الدوري بصراحة عشان الموضوع بقى كتير قوي أنا بسوط أننا النهاردة في وسط لعبة الأهلي عايز أقول لك لو بنتكلم عن الجانب الخير وجاب الخواطر في لعبة كتيرة من الأهلي والله بتحاول تشارك معنا في البلنامج وبيساعدوا الناس من غير محد ما يعرف وده بدون جكر أسمائي يعني بس يعني يشكروا جدا جدا والله أنت مش محتاج أن أنت تقول أنا مش من البيت لا أنت من البيت أنت مجرد وجودك هنا بقميص النادي الآلي وحبك للنادي الآلي أنت موجود مع النادي الآلي في كل مكان برا قاهرة جوه مصر تقد دي حالة مهمة جدا وهو ده المراس بتاعنا من النادي الآلي طبعا يعني ورا الأهلي في كل حتة بصراحة وآخر حاجة كنا هناك في الإمارات في أبوزابيا عشان خاطر ماتش السوبر والحمد لله يعني ربنا وفقنا وقتها وبيقولوا أن أنا مش حلو على الأهلي وإصلا أهلي مش حتاك حد أصلا يكون مش حلو عليه لألي بطولات من قبل أي حد وعايز أقول برضو حاجة مهمة جدا والله يا جماعة الأهلي فعلا شرف لأي حد واللي بيدخل أهلي هو اللي بيكبر بالأهلي الأهلي مش محتاجها من حد طالص يعني نحن بنشكرك ونتمنى لك التوفيق دايما ومسيرة مهمة جدا لأن صداها وتأثيرها مهمة جدا في الشارع المصر نحن شرف لي والله وأشكركم جدا وبضعوا كل الناس تبقى معنا في حبيب يا كافتر وبضعوا كل الناس نجومية خلي بقى لك النجومية اه لا لا دك عربا حبيبي نحن بدعوا كل الناس والله تيجي بقى نحن العضو هناك في التجمع والخمس في الفرع الرابع إن شاء الله نشوفهم كلهم هناك إن شاء الله قرائب شكرا لك شكرا لك رفهم لقد ده فرحة مهمة جدا وأحمد رفض حالة في الشارع المصري واحد من جماهير للنادر ألي والعشقين والمحبين للنادر ألي من جديد تعود الكلمة للزمالية في الاستوديو